كشف تقرير للجنة معاقبة القاعدة وداعش التابعة لمجلس الأمن الدولي أن الاحتياطي النقدي للتنظيم داعش الإرهابي تجاوز المئة مليون دولار التقرير أشار إلى أن الكم الأكبر من هذا المبلغ حصل عليه داعش إبان سيطارته على ثلث مساحة العراق إضافة إلى حصوله على الأموال عن طريق جمع الإتاوات والغرامات والضرائب التي كان يفرضها على المناطق التي تخضع لسيطرته خبراء أمنيون قللوا من خطورة داعش بعد الانتصار عليه في العام 2017 ودحره من المناطق العراقية التي كان يسيطر عليها وعد ما تضمنه التقرير الدولي مجرد تهويل إعلامي غربي لا أكثر دفع إعلامي كبير من قبل وسائل الإعلام الغربية على تهويل حقيقة وجود داعش في المنطقة تحديدا في العراق وللأسف التقارير التي تأتي بين الحين والآخر وكأنها تريد أن تغول من جديد هذه المجامع الإرهابية آخرون يرون أن الاحتياطية النقدي الكبير للتنظيم الإرهابي مؤشر خطر محدق سيمكن التنظيم إذا ما أعطي الفرصة من إعادة ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه مستشهدين بالعمليات الانتحارية التي قام بها داعش في بغداد وديالا وصلاح الدين وبعض المناطق الحدودية مؤخرا مسألة أن تكون أن تعود وتستثمر هذه الأموال لعودة النشاط هذا احتمال وارد جدا وهذا ما لاحظناه من خلال عمليات الاستداف والعمليات الأرهابية التي قام بها داعش سواء ابتداء في بغداد من خلال عملية الانتحارية وكذلك في أديالا وصلاح الدين وبعض المناطق الحدودية وما بين مقلل من خطر إرهاب داعش بعد دحره والانتصار عليه ومشدد على التعامل مع خطره القائم وعدم الاستهار بقدراته على شن هجمات إرهابية يبقى العراق أمام تحدي يستحق أن يتعامل معه بقوة وجدية وأن لا يعطي الإرهاب أي فرصة للنهوض من جديد ترجمة نانسي قنقر